إلى ملف القضية الفلسطينية حيث أكد وزير الخارجية سمح شكري على أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو للعام 1967 كخطوة همة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وتعزيز فرص حل الدولتين وخلال استقبالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان ناسي جورني شدد شكري على ما تبدله مصر من جهود مضنية للوصول إلى اتفاق من خلاله ترحيها لمقترحات قابلة للتنفيذ منوها بأهمية إبداء الأطراف للمرونة اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقن دماء الفلسطينيين ويدفع نحو التهدئة وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار من جانبه أكد الوزير الفرنسي على حرص بلاده على دعم الجهود العربية من أجل التوصل إلى أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية وذلك استنادا لمكانة فرنسا قضاء دائم في مجلس الأمن ودولة داعمة للقضية العربية وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية